زيارات مكوكية ومتواصلة لوفد المخابرات المصرية بين قطاع غزة ورمالة وإسرائيل لبحث ملفات عديدة أبرزها التهديئة والحصار الإسرائيلي حركة حماس أكدت أن تلك الزيارات أثمرت عن تقدم في المباحثات لعادة الهدوء إلى القطاع وتثبيت اتفاق عام 2014 وبعض الملفات المتعلقة برفع الحصار الحديث يدور عن تقدم في الاتصالات لإعادة الهدوء إلى قطاع غزة وإجراءات مطلوبة من الاحتلال القيام بها لرفع الحصار والتي بدأت بعض أمور مثل موضوع الوقود الأصل أن تم موضوع الرواتب وتوسيع مساحة الصيد وحورية الحركة من وإلى قطاع غزة للأفراد والبضائع هذا كله سيكون في قادم الأيام خلال المباحثات بين فصائل وبين مصر الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة أكدت على استمراريتها مع الحفاظ على طابعها السلمي مع تخفيف حدة التوتر على الحدود مع إسرائيل لإعطاء فرصة للجهود المصرية لتثبيت وقف إطلاق النار ولحقن دماء الفلسطينيين والمطالبة برفع الحصار كاملا عن غزة ونحن كهيئة وطنية لمسيرة العودة وفي القوى السياسية نعمل جاهدين من أجل تخفيف التضحيات المحافظة على دماء أبناء شعبنا الفلسطيني ولكن ليس بأي ثمن نحن نهدف إلى أن يتم فك الحصار بالكامل عن قطاع غزة وصائل فلسطينية حذرت من توقيع اتفاق تهدئة مع إسرائيل بعيدا عن منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني معتبرة ذلك تعزيزا للانفصال بين غزة والضفة وتنفيذا لصفقة القرن وسط مطالبات بإنجاز الوحدة الوطنية والعمل سويا لفك الحصار أي اتفاق يمس القضايا الوطنية العامة سوى التهدئة أو الهدنة طويلة الأمد يجب أن توقعهم منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني والحكومة الفلسطينية أما ما يحدث الآن هو خطير جدا بحيث يأتي في سياق المشروع بأن في غزة كيان سياسي يوقع اتفاقيات سياسية وهذا يأتي في سياق المشروع الأمريكي جدير بالذكر أن جمعة الماضية من مسيرات العودة كانت الأحدى ميدانيا حيث لم يسقط ضحايا وكانت الإصابات قليلة ويبقى تساءل المواطن الغزي هل سترى هذه التفاهمات النور وتعيد له شيئا من الحياة أم ستبقى تراوح مكانها في ظل وضع سياسي معقد تمر به القضية الفلسطينية عامر الفراء قناة اليوم قطاع غزة